اجمع تجار أغذية على وفرة السلع الأساسية في الأسواق المحلية لتلبية الطلب المتزايد خلال عيد الأضحى المبارك وبخاصة اللحوم الحمراء والأغنام الحية المخصصة للأضاحي وقد أكد التجار توفر نحو 60 ألف من المواشي الحية لتغطية الطلب على الأضاحي وذبائح العيد مستبعدين حدوث أي نقص في معرض اللحوم الحمراء خاصة مع استعداد جميع التجار لتغطية كافة احتياجات الأسواق والمستهلكين من مختلف أصناف اللحوم ومن عدة بلدان وفي الأثناء استانفت شركة البحرين المواشي العمل في المسلخ المركزي التابع للشركة في منطقة سترة وذلك بعد إجراء عمليات الصيانة اللازمة والمتطلبات المشترطة من قبل شؤون الزراعة دعا مصرف البحرين المركزي بنوك التجزئة ومصدري بطاقات الاعتمان في السوق المحلية إلى التوقف عن فرض نسب فوائد إضافية على الزبائن الذين سددوا جزءا من مدنيتهم قبل يوم استحقاق دفع رصيد بطاقة الاعتمان يأتي ذلك مع رصد المركزي قيام بعض البنوك أو شركات التمويل باحتساب مبلغ فائدة على المبالغ التي تم استخدامها في البطاقة خلال مدة الفاتورة رغم أنه تم تزدد جزء من هذه المبالغ قبل يوم الاستحقاق أو نهاية الفاتورة ومن شأن التزام جميع البنوك وشركات التمويل بتعليمات المصرف المركزي أن تنخفض تكاليف الفوائد المصرفية على المستهلكين وتقليل نسب الفوائد التي يدفعونها للبنوك هذا ويبلغ حجم الانفاق من بطاقات الاعتمان قرابة 880 مليون دينار بحسب آخر بيانات المصرف المركزي نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية إلى الشان الخليجي فقد ارتفعت قيمة ودايع المصارف السعودية المدرجة البلغ عددها 12 مصرفا إلى أكثر من تريليون وستمائة وخمسة وخمسين مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018 مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلة نموا نسبته 0.5% وبحسب القوائم المالية للمصارف السعودية فقد بلغت نسبة الوداع تحت الطلب التي لا تعطي عمولات لأصحابها مثل ما يحدث مع الوداع لأجل أو الوداع الادخارية نحو خمسة وستين بالمئة من جمالي الوداع بحسب صحيفة الاقتصادية وبلغت قيمة الوداع الأخرى كالوداع الادخارية ووداع لأجل وغيرها أكثر من خمسمائة واربعة عشر مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018 تجاوز حجم الاستثمارات التي ضخها مستثمرون من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها في قطاع العقارات بدبي أكثر من خمسة عشر مليار درهم منذ بداية العام الجاري وتوزعت تلك الاستثمارات على مختلف مناطق التملك الحر في الأمارة طبقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك حيث بلغ عدد العقارات قيد الإنشاء أو الإنجاز التي تم بيعها أكثر من أحد عشر ألف وحدة عقارية ذهبت الحصة الأكبر في صفقات البيع إلى الشقق السكنية والتجارية وحصلت أربعة مناطق في دبي على نصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وسجلت صفقات لا تقل قيمتها الإجمالية عن المليار درهم وجاءت أولا منطقة مارسا دبي تلتها منطقة الخليج التجاري ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة منطقة برج خليفة ويرى مراقبون وخبراء أن أداء سوق الصفقات الاستثمارية بالنسبة للعقارات قيد التصميم أو الإنجاز أو ما يعرف بعقارات الخريطة يرى المراقبون أنه يسجل مستويات مستقرة تصب في مصلحة السوق والمستثمرين تتهيأ البورصة الكويتية للدخول في مؤشر فوتسي راسل مع بداية الشهر المقبل وتشهد البورصة أحداثا متسارعة منذ التقسيم الجديد لأسواقها في إبريل الماضي تتصدرها أخبار الإدراجات وصفقات الاندماجات والاستحواذات وقفز متوسط السيولة بنحو الضعف في الشهرين الأخيرين ليقترب من 85 مليون دولار يوميا كما يعد أداء مؤشرات السوق الأول بين الأفضل عالميا بصعوده بنسبة 13% منذ بداية هذه السنة ودخول استثمارات أجنبية إلى البورصة بحجم 350 مليون دولار أي ضعف العام الماضي وتأتي هذه الأموال الجديدة بفضل ترقية البورصة إلى مؤشر فوتسي شهر سبتمبر المقبل وأيضا لوجود اكتتابات جديدة مثل المتكاملة القابضة وصفقات تجاوزت 200 مليون دولار لأسهم هيومن شوفت نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة نيسان للسيارات تخطط لزيادة إنتاجها في الصين واستثمار 900 مليون دولار بحلول عام 2021 في مصر صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء صندوق استثماري برأس مال قدره 200 مليار جنيه مصري وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وينشأ بمجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويهدف صندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري ورأس مال مصدر بقيمة 5 مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس والباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتراجع عن موقفه على صعيد الضرائب التي فرضت مؤخرا ضمن الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب ملف رجل الدين الأمريكي المحتجز لدى أنقرة وقال ترامب أن ما تفعله تركيا يعتبر خطأا مروعا وبأنه لن تكون هناك أي تنازلات بحسب كلماته وفرض الرئيس الأمريكي تعريفة جمركية على وردة الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم التركي بعد ربض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق سراح القص الأمريكي برونسون حققت ألمانيا أكبر فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم في العام الجاري متفوقة بذلك على اليابان رغم التوترات والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها وكشفت بيانات معهد إيفو أن ألمانيا سجلت فائضا بلغ 299 مليار دولار في عام 2018 تليها اليابان بحوالي 200 مليار دولار وتنعش هذه البيانات التفاؤل حيال السياسات المالية لمستشارة الألمانية أنجلا ميركل رغم مطالبات صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لألمانيا ببذل المزيد من الجهود لزيادة الطالب المحلي والواردات لتقليل عدم التوازن التجاري العالمي أعلن رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده استعادت زمام أمورها بعدما اعتبرها تضحيات مؤلمة خلال برنامج مساعدات مالية استمر ثماني سنوات وقال الوزير في خطاب تلفزيوني أن بلاده استعادت حق تقرير مصير ثروتها ومستقبلها بنفسها وأكد أن اليونان تجاوزت موصفها بملحمة في العصر الحديث خلال الأزمة السابقة حيث طبقت تدابير تقشف بقيمة 75 مليار دولار وعاشت في حالة طوارئ مستمرة وكانت البلاد قد أنهت يوم الاثنين المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج المساعدات رسميا لكن الخبراء يحذرون من أن التحديات التي تواجه البلاد لم تنتهي بعد يرتفع مؤشر نيكي الياباني في ختام التعاملات مع تعافي الدولار أمام العملة اليابانية وذلك بعد أن عان المؤشر من خسائر خلال الجاسة مع قوة اليان وفي نهاية التعاملات اليوم ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.1% أما مؤشر توبيكس فهبط بنسبة 0.4% وعانت أسهم شركات الهواتف من تراجع في الأداء بعد تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة اليابانية ترى أن صناعة الهواتف المحمولة في البلاد بحاجة إلى إصلاح إلى جانب ضرورة خفض رسوم الاتصالات عبر الهواتف المتنقلة من أحو 40% والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط والمعادن الرئيسية موسيقى وفي الخبر الأخير تخطط نيسان موتورز اليابانية لإستثمار نحو 900 مليون دولار لزيادة طاقة إنتاج السيارات في الصين بنسبة 40% بحلول عام 2021 وتخطط نيسان وشركتها الصينية دونغ فينغ جروب لإستثمار المبلغ في زيادة الطاقة التصنيعية المتصورة خلال السنوات القليلة القادمة وسيزيد هذا التوسع طاقة إنتاج سيارات نيسان في الصين إلى 2.1 مليون سيارة سنويا وتعد الإستثمارات جزءا من خطة لمدة عدة سنوات جرى الكشف عنها من قبل لزيادة مبيعات نيسان في الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر